احبائي روح ضد المسيح هو روح روح شرير هو روح شرير الذي بالاول بيترك شركة المؤمنين كانوا مننا وخر منكم رح يطلع منكم قوم رح يكونوا ذئاب خاطفة مش رح يشفقوا على الرعية فهاي اولا بيتكلم عنهم هؤلاء كانوا في الكنيسة بس بالحقيقة مش مولودين من الله هاي الجماعة بتقول لي مظبوط صدقني مظبوط هو الرب مش حكى في مثل العذارة الحكيمات والعذارة الجهلات الكتاب المقدس مش بيتكلم يسوع الرب بتكلم عن مثل الحنطة القمح والزوان وبيكونوا مع بعض لحد يوم الدين للحصاد يعني آه رح تشوف مليان بالكنيس وناس فنانة تجار دين بالدس بدع وهلاك حتى تضل ان امكن المختارين بس شو مواصفاتهن انه كانوا من جوا هو اصلا المسيحية صدقني كل عظمة الرومان وكل شراستهم وكل الدبح اللي قاموا فيه يطعموا اجساد المسيحيين للحيوانات المفترسة يغلوهم بالزيت يعلقوهم على الصلبان يعملوا ما لا يعمل فيهم اطفال نساء رجال كلهم لم ينكروا يسوع المسيح كل ما حاولوا يعملوا ولا مرة كانت الكنيسة تهزم من الخارج بالعكس الكنيسة اثبتت انه كل ما ازداد الاضطهاد وكل ما اشتدت الحرب ارتد العدوه باندحار احبائي يعني لازم ننتبه لازم نصحى فالمشكلة تبعدنا كمؤمنين حقيقيا انا بتكلم للمؤمنين مشكلتنا مش العالم ولا الديانات ولا الانظم السياسية لانه قوة يسوع المسيح المؤمن اللي فيه الروح القدس يستطيع ان يرعب كل ابالسة الجحيم احبائي انتم من الله وقد غلبتموهم لانه مسحة الرب ثابتة فيكم فالمواصف الاولى لهاي المضلين والانبياء الكذبة انه فعلا للأسف كانوا جوا كانوا داخل الكنيسة اشتركوا في القناة